السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين القروم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وإله وصحبه وسلم نتمنى من الله عز وجل أن تكونوا دائما في دوامي الصحة والعافية في هذا الفيديو سوف نقدم لكم أهم الفائدة الصحية للزنجبيل والنعنيع يعتبر كل من الزنجبيل والنعنيع من أهم العشاب العطرية التي يستخدم كل منهما في كل المجالات على نطاق واسع بما فيهما العلاجة الغذائية والنفسية والصحية متابعين القروم نتمنى من الله عز وجل أن تستفيدوا من هذا الفيديو فإذا نلا على أعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والعجاب بالفيديو وتفعيل يقونة الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله وإليكم فيها التقرير التالي أهم الفائدة الصحية لتنوي الأزنجبيل مع النعنيع فابقوا معنا فوائد تنوي الأزنجبيل مع النعنيع صيدة لي مفيدة لعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية الزنجبيل والنعنيع يعتبر كل من الزنجبيل والنعنيع من أهم النباتات العشبية العطرية التي يستخدم كل منها على نطاق واسع في العديد من المجالات الحياتية بما في ذلك كل من المجال الغذائية والعلاجية والنفسية وغيرها ويندرج الزنجبيل أو كما يطلق عليه علميا اسم جينجر تحت قائمة النباتات الزنجبيلية ذات الطعمة والرائحة المميزة بينما ينتمى النعنيع إلى قائمة الفصيلة الشفوية من النباتات ويزرع على نطاق واسع في مناطق مختلفة حول العالم وخاصة في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط يوصل أطباب المزج بين هذين المركبين للحصول على الاستفادة القصوى من خصوص كل منهما حيث يساعد ذلك على التخلص من العديد من المشكلات الصحية وعلى الوقاية من عادة كبيرة منها وفيما يلي أهم الفوضى الصحية لتناول الزنجبيل مع النعنيع متبع قناة صحتك في معلومة لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيبة وهذا لاستخدام أكثر أمينة يحسن مشروب الزنجبيل مع النعناع من عمل الجهاز الهضمي ويقه من عسر الهضم والإمساك والانتفاخات ومن الزيادة الكبيرة في الوزن وذلك من خلال تحقيق إفراز الإنزيمات المساعدة على تحقيق ذلك الزنجبيل ممزوجا بالنعناع يعالج مشاكل القلون وكذلك القلون العصبية لدى الفئة العمرية المختلفة إن تناول هذا المزيج يحسن من عمل الجهاز التنفسي ويسايد على التقليل من الأعرض المرافقة لنزلات البردة والإنفلونزا والزكام ويقه من ضيق التنفس وكذلك من مشاكل الصدر يقرب النعناع والزنجبيل يقي من حمولة المعدة ويطهر الجسم من السمو مما يقي من الإلتهابات وذلك بفضل احتوائه على نسبة عليه من فيتامين جيم الزنجبيل ممزوجا بالنعناع يقي من مشاكل الأسنان بما في ذلك التسوس والتهاب اللثة ويقي من عدويته الفم ويعالج مشاكل السلة ويقلل من حدة الصدوع إن تناول النعناع ممزوجا بالزنجبيل يحسن الحالة المزاجية ويقلل من التوتر والاكتئاب ويهدأ الأعصوبة الزنجبيل مع النعناع يخفف من الأوجاع والتشنجات المرافقة للدورة الشهرية إن تناول هذا المزيج يقوم الشقوق الحرة المسببة لمرض السرطون وخاصة سرطون الجلد والرئة ويقي من الأرق إن تناول الزنجبيل ممزوجا بالنعناع يخفض معدل ضغط الدم ويجعله مفيدا جدا للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة الزنجبيل والنعناع يخفض معدل الكوريسترول الدور LDL مما يسهل من وصول الأكسجين إلى الدم ويقي بالتالي من أمراض القلب والشرين والأوعية الدموية ويساعد هذا المزيج على تفتيح البشرة ويقي من الظهر المبكر لعالمية الشيخوخة ويقلم المشعر الغثيان والرغبة في التقيئ ويحفز إنتاج الأنسلين في الدم ويضبط بالتالي معدل السكرية مما يجعله مفيد لمرض السكرية وخاصة من النوع الثاني ويقوي الجهاز المناعي ويحارب العدوات الفيروسية والجرثومية الزنجبيل يلعب دورا كبيرا في زيارة القدرات الجنسية لدى الطرفين وخاصة لديه الرجال كونه يحفز من إنتاجه رمون التستوستيرون الجنسية المساعدة على إنتاج الحيوانات المنوية متابعين الكروم إذا استفدتم من هذا الفيديو فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بمشيط الله تعالى